فرق تسد عبارة لخصت تشابكات أكثر من قرن من الزمان من الاحتلال البريطاني فإضافة للشطر اليمن إلى نصفين جرى تمزيق النسيج المجتمعي الواقع تحت سيطرات الاحتلال إلى عصبيات صغيرة تتناحر فيما بينها وتخضع بمجموعها لسلطة الاحتلال سياسة ظن المحتل أنها ستبقيه مسيطرا على اليمن إلى الأبد غير مدرك أن اليمن المترابط بجغرافيته وتاريخه ومواطنيه لن يلبث أن يتفجر تحت أقدامه كالبركان تتابعت الإضرابات والاحتجاجات والعمليات البطولية حتى أشرقت شمس الثورة الكبرى من ردفان ردفان الرابع عشر من أكتوبر التي صفعت الاحتلال في أعمق نقطة من مخططه التمزيقي فالبطل الثائر لبوزة مفجر شرارة الثورة وأول شهدائها كان عائدا من جباهات الدفاع عن ثورة سبتمبر وتلك رسالة يمنية لم تغب مدلولاتها عن المحتل فتفجر ثورة أكتوبر من قبل المشاركين في الدفاع عن سبتمبر مثل تأكيدا على استحالة تمزيق اليمن الكبير فضلا عن تمزيق جزء منه أو تحويله لكيان مسخ بتسمية مولودة من راحم الاحتلال كتسمية الجنوب العربي التي اخترأها البريطانيون وأرادوها بديلا عن اليمن وجد الاحتلال نفسه في مواجهة اليمن كل اليمن فاستخدم سياسة الأرض المحروقة وواجه الثوار الأحرار بالطيران وبكل فوهات النيران غير أن الحرية المتوقدة في القلوب اليمنية لم تلبث أن أكدت أنها نور يضيء درب الشعب ونار تحرق الاحتلال أشرقت أكتوبر فتساقطت جراثيم التفريق والتمزيق والتفريخ والتف الجميع حول الهوية اليمنية الجامعة فخرجت عدن بكل من فيها لتشيع بطلها عبود الشرعبي مثلما وقفت جبال الشمال خلف لبوزة العائد منها لتفجير ثورة أكتوبر من جبال رتفان وأمام امتزاج الدم اليمني الواحد وحضور الوحدة في وجدان الثائرين قبل أن تتصدر أهداف الثورة والرفض الشعبي المطلق للقبول ببقاء المحتل أدرك الاحتلال أن بقاءه لن يكون سوى مزيد من النزيف القاتل من جنوده ومن هيبة الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس وكان لابد من الرحيل الرحيل الإجباري الذي صنعته بطولات أكتوبر وسبتمبر الخالدتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر